اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في البداية أنا قبل نذكركم بأرقام التواصل خلونا رحب بفريق العمل معنا دكتورة عايشة البسطي صباح الخير دكتورة صباح نور محمود رحب بالفريق كامل في الإعداد ويانا اليوم يوسف سعد في التنسيق أحمد سلامة وفي الإخراج عيسى سبير صبحكم الله جميعا بالخير بالنور والسرور دكتورة أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة حياك والله طيب نحن عشان ما نطول لنا حلقتنا اليوم وايد غنية فما ندخل على طول في الفقرة التوعوية الخاصة بسفرة رمضان موضوع مهم خاصة الصحية لكبار منه السن كبار المواطنين كبار المواطنين عموما معنا عبر الهاتف عفافي معه اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي صباح الخير السادة عفاف حلا خوي صباح الخير يا هلا الله يحفظ يليت تعطينا الموضوع على عجالة عشان يعني إذا حد عنده أي استفسارة أو عنده أي شيء ممكن نحن بعد ناخذه معنا عن الهوت فضلي الموطوع يطمن هي صفرة رمضان لكبار المواطنين اتعرفهم كبار المواطنين لهم أطعمة أطعمة خاصة لا بد أنها تحتوي على كمية كمية البروتين كمية الخضروات تكون سهلة في الخضم لهم فهم يعانون من مشاكل تكون إصاباتهم يعني مثلا يبون أطعمة غنية بالكالسيوم نظرا مثلا لتعرضهم لهشاشة العظام عمليات الخضم عندهم تكون الجهاز الخضمي يبون أطعمة سهلة مثل الشربات يتم إعدادها بعناية فهي أطعمتهم تتنوع بتنوع يعني حسب حالتهم الصحية نعم أحينا الفكرة لما تنحط سفرة رمضان يعني صعب أني أنا خلي كبير السن يلتزم بهذه المقادير يعني تدرين لأن السفرة أوريدي بتكون فيها شيء غير صحية وهم تعودين على نماط معين خاصة في أطباق في فترة شهر رمضان هي فلابد أن نبدأوا إياهم مثلا بالتمر لأن التمر له فوائد وايد قوية تعطيهم الطاقة ويكون فترة طويلة يعني ما ماكلين فهم محتاجين للسكريات البسيطة بالتمر بكوب من العصير مخصف بالإضافة إلى الشربات طبقة الشربة مهم جدا لكبار السن الشربات الخفيفة السهلة في الهضم كمية الماء هم محتاجينها دائما أنها تكون الأطعمة التي تم اختيارها لهم تكون عالية بالسوائل بالسوائل لأن فترة طويلة من الصيام يعانون من الجفاف خوفا لتعرضهم للجفاف فنكثر من كمية الماء كمية اللبن مثلاً اللبن السائل يشربونه لأنه يحتوي على مثلاً على الكالسيوم هم محتاجين للكالسيوم بالإضافة إلى طبق الصلطة تعرفهم يعانون بعضهم من عدم موجود الأسنان أو كذا فنلاحظ أن تكون الصلطة صعب تناولها فيتم إضافة الخضروات المسلوقة في الشربة لإحتوائها على الفيتامينات والمعادن اللي هم محتاجينها واللي هي تحتوي على كمية عالية من الألياف بالإضافة إلى البروتين البروتينات البروتينات ننصح دائماً بالأسماك الأسماك خفيفة في الهضم والزيوت اللي تحتوي عليها الأسماك وايد محتاجينها الأوميغا سواء كانت الأوميغا 6 فهاي محتاجينها وسهلة بعد في الهضم وسهلة بعد في المضغ عفاف شو الأشياء اللي يفضل أنهم يبتعدون عنها أو يقللونها خلال فترة الأفطار أو حتى السحور هي هو يهتمد حسب حالة الحالة الصحية لكبار المواطنين يعني في أمراض وايد هم يكونون عندهم السكر مثلاً يكونون عندهم كمية الكوليسترول مرتفعة عندهم فيه يهتمد الطبق الصحي اللي كبار المواطنين نحن دائماً ننصح يعني كبار المواطنين والأهل اللي عندهم كبار مسمين إنهم يتوجهون لعيادات التغذية يتم تنظيم حمية وغذائية متنوعة سواء كان مريض سكري أو مريض ضغط أو مريض كلا فيتم توزيع العناصر الغذائية وضبطها والكميات وأعطائهم النصائح وأعطائهم لتلبية احتياجات مريض كبير السن عفاف كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال موضوع بهذا الموضوع يعني بخصوص صفرة رمضان الصحية لكبار المواطني هي أتوجه يعني أني أنصح كل حد عنده من كبار المسمين اللي هم كبار المواطنين إنه يهتمون برعايتهم خلال هذا الشهر الفضيل لأنهم يكونون حريصين على أداء الفريضة اللي هي الصيام فلابد لنا من الاهتمام بالمائدة تكون متنوعة تحتوي على كمية عالية من السوائل من الخضروات من الفيتامينات من البروتينات وكل شخص حسب احتياجاته وحسب حالته الصحية عندش نقطة ثانية عفاف؟ لا سلامتك لا سلامتك شكرا حبيبتي أخصائية التقريب في هيئة الصحة بدبي عفاف جمعة شكرا لك شكرا جزيلا لخط عفاف طبعا سفرة رمضان نحن عندنا مرتبة بأمور كثيرة يعني في لها عادات وتقاليد معينة ولكن معظم الأهالي عندنا يحطون السفرة في بدايتها ماذا؟ على الأدان في الفترة ما بين الأدان والإقامة حصلين ومحاطين كل شيء على السفرة سواء المقبلات أو البداية الشوربة وضربك سواء الطبق الرئيسي سواء حتى الحلو مثل العصيد أو الساقة وإذا نقول الحلو التقليدي والشعبي صار لي دكتورة في حدود تقريبا خمسة أو سس سنوات أول ما يأذن ماي لبن تمر واتم عقوبها لنص ساعة تذعق وممكن أكمل آخذ وجبة الإفطار الرئيسية من تجربة شخصية المسألة اختلفت معايا تماما عملية أني أنا أبتدي أدخل أجواء رمضان سرعة زايد سوري يعني الفترة هذه في رمضان لأن الواحد يتغير نمط غذاء البطن ينترس غازات صح نزين هذه المسألة وايد رتبت لي أو خففت لي هذه الأعراض اللي ممكن تهيني من سوء الهضم أحيانا ممكن يكون أمساك حيانا ممكن يكون أسهال حتى تحس جسمك كسلان عقب الأكل إذا كلت بكمية كبيرة بالضبط فحاولوا تجربونها جماعة الخير مسألة وايد وهم أحيانا نحطون حتى الأهل ممكن يتضايقون منك أنك أنت ما تأكل في حزتها لكن ما عليك جرب جرب اللي أنا أقول لك عليه تمر ولبن وماء أو حتى الشربة يعني شي بسيط يعني ماكسيمم شربة واروح صلى المغرب وارجع وإي لس شوية نزيل إي لس شوية عقب أدخل على الوجبة ماتك أنا جربتها كنت أرد عقب صلاة ترويح حتى صلاة ترويح صراحة كنت أقدر أصليها أحس بعمري خفيفة وما ب يعني ما أحس بها الكسل وبالثقل اللي عقب واجبة الفطورة بالضبط وارمضان فرصة جيدة يعني أذكر أنا بس رمضان واحد يمكن مر علي دكتور أزاد وزني أربع كيلو بس هذا رمضان الوحيد لأن الله يذكره بالخير تحياتنا حق شاعر الوطن للخوار لسه الله يهدي على السحور كل يوم عيش ولحم عيش ودياي عيش وسمت ما شيء يعني الأكل وأنا ريال ضعيف جدام الأكل إذا حاطي لي أكل باكل باكل واليمع بعد واليمع تفتح النفس بس أنه هذا الرمضان الوحيد اللي زاد فيه وزني وبيت لتوبة الحلو بعد سحور مائيك الحلو بعد نحن ويدا نركز على الحلو فرمضان سحورة بدأ نميك بعد مرة ثانية عموما مستمعين نطلع فاصل ما زلنا متواصلين معاكم بعد فاصل إن شاء الله ما نتكلم عن بعض الأنشطة الرياضية والفعاليات اللي تقوم فيها الهيئة لتعزيز وتحسين أنماط الحياة بيكون معانا الأخ حمزة عباس مدير مشروعات رياضية والبرامج الاجتماعي فيتصحة بدبي يبقوا معانا ولا تذهبوا بعيدا أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معانا مستمعين 600551414 الرسائل النصية على 4006 فغرتنا الحين نتكلم عن موضوع مهم اللي هي الفعاليات الرياضية وتعزيز دور الهيئة في تحسين أنماط الحياة تبدأ الهيئة الصحة بدبي جهود كبيرة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحسين أنماطها وللهيئة فيها الجانب العديد من المسارات المهمة من بينها المسار الرياضي حيث تحرص على تبني تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمنافسات الرياضية خلال شهر رمضان الكريم اللي أصبح على الأبواب وذلك لتعزيز روح التنافسية والإيجابية لموظفي صحة دبي إن شاء الله اليوم بيكونوا إيانا في الستوديو لأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة بدبي صبحك الراب الخير أستاذ حمزة صباح الخير طبعا كنا عارفين دور الرياضة وأهميتها ما بس جسديا حتى نفسيا ويعني سبحان الله اللي متعود يمارسه بشكل يومي أو بشكل مستمر حتى إيجابية تكون مرتفعة في البداية يجعلنا نهني شعب الإمارات وحكومنا الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إن شاء الله وإن شاء الله يكون عليهم شهر خير وبركة إن شاء الله إن شاء الله ومدام نحن في مناسبة رياضية بنتكلم عن رياضة لو تسمحتوا نهني هذه الشباب أهلي دبي رئيس الدولة ونقول لهم مبروكين وتستاهلون مبروك مبرشلون أفازل بارح وتستاهل بالبركة مبروك على الشاميون ليك العموم أول شيء أشكركم أنتم دائما دعمكم لجنة رياضية في المقابلات أو في أدوات التواصل خلال إدارة الإعلامة اللي لدينا في الهيئة نقول لهم شكرا يا أخ محمود ومع جماعة الولياء في الإدارة أما بخص شهر رمضان شهر رمضان شهر عمل شهر إنجاز ما يكون شهر تكسل ويقولون صيام ويقولون أعذار أنه شهر صيام ونحن نريح وما نشتغل وإنجاز أقل بالعكس شهر رمضان شهر العمل وإنجاز وإنتاج إلى مخلال الموظفين وبالتالي نحن في شهر رمضان عنا بعض الفعاليات الرياضية عشان نشطهم بعد ما يكون بس دوام وروتين وهو عموما لو تلاحظون السنوات السابقة شعب الإمارات عموما خاصة شباب دائما تشوفونهم في المضامير قبل أدان العصر يتمرون لين حزث الإفطار يكونوا صحي مارسون نشاط طريق جميع ما كانوا موجودة في دبي نحن كاللجنة الرياضية الحمد لله سوينا بعض الفعاليات إن شاء الله بنشارك من طرفنا أو من جهات خارجية نحن الحين عنا مصابقة سوينا كرة القدم بين القطاعات المستشفيات اللي عنا في الهيئة وبارحة بدينا التصفيات نسوي عشان في شهر رمضان نكون في نهايات إن شاء الله إن شاء الله وبارحة بدينا الحمد لله يعني لعبوا بعض المباريات وعنا موضوع اللي بنشارك في تحدي ناس لأصحاب الهمم الكراسي المتحركة جماعتنا عنا موظفين بيشاركون أربع من السوياء اللي عنا في الهيئة وأربع أصحاب الهمم هم اللي بيعطونا نادي أصحاب الهمم بيعطونا اللاعبين من عندهم جميلة أي سؤال؟ لا أنا كنت أبغي أسأل أول شيء ليش ما زكرتوني أنا عشان التصفيات هذه أنا ما حتخبرني أنت أنت والله صاحب الدار أول شيء أنت بدون عزيمة بدون عزيمة يعني تكون موجود يعني طيب بطولة ناس هناك الكثير من الفعاليات البشر يكون فيها حمزة بعد كذلك بالإضافة إلى يعني كرة السلة في شكل ما قالت الكراسي المتحركة لبن شارك واليوم بيكون قرعة إن شاء الله ساعة ستة عنا بطولة ناس تحدي الليلي هذا شكل سبارت سبارتن ريس يكون تحدي بالليل نجي الشباة إن شاء الله نحن نسوين فرق ومجمع من اللاعبين عنا فريقين سيدات والشباب وبالإضافة في مسابقة فردية بعد بعد من شاركين حوالي عشرين لاعب من عنا بيشاركون في شهر رمضان بالإضافة من شاركين في ناس بعد بدرجات في درجات بنشاركوا يهم سباق درجات بنشارك دكتورة مهناز وبعد في ناس بيشاركون في هذه البطولة وبالتالي نحن الحمد لله عنا عدد فعالية في شهر رمضان عشان رياضين وعشان موظفين في الهيئة يكون عندهم نشاط وفعاليات خلال هالشهر والجميلة نمت نوع ما ركزتوا على شيء واحد بالضبع هل أنت متبت شاركين في الفريق مع النساء وين في الهيئة؟ إن شاء الله غريبا والله نحن نزلنا نحن نزلنا إعلان نحن نزلنا إعلان حق ألعاب الحكومية السنة الجاية نشط ما شاء الله اللي عنده في نفسه الكفاءة يسجل ونسوي بعض الاختبارات من شاركة طول السنة نحن في سبارتينج وتحدي والله بيكون أفضل بناخد إن شاء الله حلو والإعلانات وطريقة التدريب بعد صراحة كانت جدا ممتازة هي الفكرة أن كنت تستعد لهذه البطولة للعاب الحكومية من الحين نتون أننا نحن خلصين ما كملنا شهر الدورة الماضية على مدار سنة أن كنت تستعد وتأهل فريق للمشاركة في هذه الفعاليات لا أنا أشوف مسألة جدا جميلة وقوية وأنك أنت تقدر إن شاء الله يعني من خلال هذه المشاركة تحقق مراكز متقدمة نحن والله فريق السيدات على طول متواصلين في التدريبات دائما السيدات أفضل من الرجال دائما ما في كل شيء حتى يوم يحطون رياضة في بالهم بعدهم أحسن ما شاء الله إصرارنا قوي الحمد لله الفكرة وين الفكرة هي عملية أن الشخص لما يحط هدف في رأس لازم يوصل الحين الممارسة الأنشطة البدنية في إطار العمل الدكتورة تحقق يعني أهداف كثيرة بالإضافة لصحة الإنسان تحقق بعد كذلك هذا الالتقاء وهذه الألفة والتواصل بين الموظفين وهذا هذا هدف الرئيسي من التواصل بين الموظفين ومعرفة على بعض طبعا والأقسام تكون مختلفة قبل سنتين ثلاثة يعني حقوق ما تسوينا الملاعب ما شاء الله الحين معظم الموظفين تعرفوا على بعض كلهم يساولون قروبات يساولون حتى يتواصلون إلى بعض عشان يتمرنون وهذا في قروبات تدريب جميل والحلو يعني بتشوفين المدير التنفيذي مع المدراء الإدارات مع الموظفين مع صغار ما هناك ما في فوار بينهم نحن ما نقول صغار موظفين لكن هما يعني فئات كلها السلم الوظيفي كامل تقريباً فتشوفينه مع بعض كذا يعني ساعات يأخذهم الحماس ممكن تحصنوا واحد يعصب على مديرة في الملعب العراسي هذا لعب يعني عندهم روح رياضية الجميل اللي لاحظت على فئة معينة كانت موقتها الخاص بعد الدوام تصير أو تغير جدولها عشان تحضر التدريبات يعني بالحكومي وسبارتن الرئيس وهذا وايد فيه صراحة من موظفين جميل وأنا بعد أبغي أوجه التحية لجماعة اللجنة الرياضية عموماً وأيضاً المشروعات الرياضية والاجتماعية ما شاء الله عليهم على مدار السنة عندهم العديد من الفعاليات هذه الشغلات هذه يعني تساهم في تعزيز ولاء الموظفين في تحقيق العديد من الأهداف وأيضاً يعني فوق هذا كله الموظف اللي صحته زينه والرياضي أكيد انتاجه بيكون على أكيد 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 جميل نحن شاكري لك أستاذ حمزة إذا تبغي توجه كل ما خير قبل ما نختم معاك أقولكم إن شاء الله شهر خير على الجميع إن شاء الله وكل عام طيوين وانت بصحة وسلام ونحن إن شاء الله نتابع معاكم هذه البطولات اللي أنتو تسوونها الفكرة دكتورة أنها هي صحة أنها هي ألفة أنها هي تعزيز ولا نتمنى إن شاء الله يعني مستقبلاً إن شاء الله إن شاء الله يعني يكون في نادي ضخم يضم كل موظفي هيئة الصحة بدبي من الرجال والنساء في العديد من العاليات ممكن أن الموظفين كلهم يستفيدون من هذه الخدمات كانت أسوة ببعض الدوار الحكومية الأخرى والله نحن حطينا في مشروعنا وهذا ورفعنا حق معالي بخصوص هذا الموضوع يعني أن يكون نادي خاص لموظفي هيئة الصحة بما أننا نحن كهيئة الصحة أول نادي في مدينة دبي كان هيئة الصحة صح أول نادي رياضي صحيح دوار حكومية كانوا الدكاتورة يلعبون تنس يلعبون كلا كل شيء في سباحة وكل شيء في حوض كنا نطوف طالع الله متر واحد يسوي دكتور كل هاي الفس اللي تجري ملاعب جميل إن شاء الله كوم من أكبر الملاعب إن شاء الله نحن شكري لك حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة في دبي ما ننتقل مستمعين بعد الفاصل للحديث عن حملة سرطان البروستاتا وتطور الطب وخدماته في هذا المجال بيكون معنا دكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية من ساشفة دبي وأنا سميه دكتور الثري دي ما شاء الله عشان الثري دي لأنه هو اللي اشتغل أول يعني نموذج اشتغلنا عليه في هيئة الصحة كان نموذج اشتغل عليه دكتور ياسر دكتور ياسر من الكفاءات المواطنة اللي نعتز فيها ما نطلع فاصل بعد الفاصل بيكون معنا في الاسسلبيو سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسلحين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600551414 الرسائل النصية 4006 حياكم الله يا مرحبا مستمعينا نتكلم الحين عن يعني شغلة بدت فيها هيئة الصحة بدبي وهو استخدام تقنية المنظار المزدوج لعلاج حصوات الكلى الكبيرة في مستشفى دبيلي تكون الهيئة بذلك أول مؤسسة الصحية تقوم باستخدام هذه التقنية على مستوى القطاعين العام والخاص هذه التقنية تساعد الأطباع يعني على تفتيت الحصة من خلال فتحة وحدة يبدأ ما يكون الفتحة كبيرة تكون فتحة وحدة وصغيرة يعني واحد صانتي ونص طيب هذه التقنية شو الأمور الخاصة فيها وبعدين من اتطرق إلى سرطان البروستاتا وغيرها من المواضيع بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لعمليات المنظار في استأصال أو إزالة الحصة من الكلية عمليات قديمة واستخدام المنظار صار لسنين يعني وعندنا موجود في هيئة الصحة لكن الجديد في الموضوع أن في المرضى اللي عندهم كمية الحصة اللي موجودة في الكلية تكون كمية كبيرة أو الحصيات المعقدة اللي تكون موجودة في حوض الكلية سابقا كنا نلجأ إلى عمل أكثر من فتحة للدخول على حوض الكلية ومحاولة إزالة الحصة بشكل كامل وكانت توصل نسبة النجاح إليهم 80-85% وإذا كنا نستخدم أكثر من فتحة ممكن توصل إلى 90% من جلسة وحدة ميزة التقنية هذه استخدام منظارين لها سبب المنظار المزدوج منظارين في نفس الوقت فالمنظار الأول يكون عن طريق المجرى الطبيعي عن طريق الحالب نوصل لي حوض الكلية والمنظار الثاني يكون عن طريق الخاصرة بشق جراحي صغير لسانتي ونص تقريبا وعمل توسع أو قناة توصلنا لي حوض الكلية فبالتالي يتم تفتيت الكلية من الجهتين بمنظارين في نفس الوقت مما يؤدي إلى زيادة نسبة أن نزيل الحصة بشكل كامل يوصل لي 95 أو 98 بالمئة وفي نفس الوقت ما نحتاج أكثر من فتح وحده لأن المنظار الثاني يساعدنا في أن نحرك بقايا الحصة من الأماكن لما نقدر نوصل لها بالمنظار عن طريق الخاصة الشيء الثاني والأهم يعني بالنسبة للمريض يخفف على المريض مسألة التخدير لأن المريض يكون نايم على ظهرة مش مثل العمليات التقليدية السابقة أن المريض كان المفروض ينحط مقلوب على بطنه لعمل الفتحة في الظهر بهذه التقنية المريض يتم نايم على ظهرة بشكل طبيعي على طاولة العمليات بالتالي يسهل على التخدير مراقبة التنفس مراقبة المريض أثناء التخدير ويخفف من حدوث التهابات ما بعد العملية ومضاعفات التخدير بعد العملية على المرضى جميل ممتاز يعني ما بس جهة وحدة بخصوص الحصوات يعني حتى الطول العملية بطولها وبعد العملية بعد حتى المريض يتعافى بشكل أسرع لأن تأثير التخدير عليه كونه خف التنفس يرجع طبيعي بشكل أسرع يرجع الحياة اليومية خلال أسبوع يطلع من المستشفى بعد ثالث أو رابع يوم ممتاز دكتور الحصة في الكلة شو أسبابها وأيضا يوم أنتوا تشلونها مثلا ما ترجع مرة ثانية طبعا أسباب تكون الحصة في الكلة أسباب كثيرة نحن عارف اللي ما يشرب ماء وايد شرب الماء التغذية العوامل الوراثية في عوائل عندهم فرص تكون حصة بشكل كبير جدا بسبب نقص جيني موجود فيساعد على تكون الحصة بشكل سريع خلال الأشهر تقريبا طبعا أحنا بعد ما نشيل الحصة وبعد أزالة الحصة نبعث عينات للمختبر لتحليل الحصة ونعرف نوع الحصة نعرف إذا كان الحصة هذا متعلق بالتهابات بولية سابقة ولا لا إذا فيه التهاب ولا لا التركيبة الكيميائية للحصة والترسبات التي تصير وبعدين نعمل ميتابولوك ستدي أو فحص كامل للمريض على أساس أن نعرف شو ممكن يتجنبه إذا كان من ناحية الأكل هل لعلاقة بأمراض الغدد يحتاج لتحويل قسم الغدد الصماء على أساس أن يتعالج من هذا الشيء هل يحتاج إلى أي إجراء آخر كل هذا عن طريق الفحوصات التي تتم بعد ما يتم استعصال كامل للحصة دكتور طبعا كنا عارفين أن سرطان البروستات واحد من أكثر سرطانات تقريبا اللي موجودة ويعاني منها ناس كثيرة فممكن تحدثنا أكثر عن وهالشيء أكيد بعد يقلق سواء الرجال أنه خاصة إذا حد في العائلة كان عنده هالسرطان وطريقة علاجه فشو اللي يديد في وسائل التشخيص وعلاج هذا المرض بسم الله رحمن طبعا عن طريق جمعية الإمارات وشعبة المسالك البولية أنا أعضو معاهم في الجمعية أنتوا عندكم حملة في هذا الموضوع أطلقنا حملة شعارها جميل للكشف المبكر عن سرطان البروستات شو سميته شعار شعار الحملة يلا نفحص أو أفحصها الحين أفحصها الحين السلوغن جميل كان يعني شيء محلي دارج على أساس أنه يجذب الناس طبعا الحملة هاي هدفها التوعية لسرطان البروستات والشيء الثاني لأنه حاليا الفحص عن سرطان البروستات يتم بشكل عشوائي لأنه عشوائي بشكل جيد ليس عشوائي بشكل مخربط يعني يتم في كل جهة على حدة طبعا المرضى هم اللي يطلبون الفحص هذا بالانجليزي يسمونه random دم أشوائي عشوائي يكون وطبعا الفحص هذا لما يتم إذا كان يعطي مؤشر أن فحص الدم هذا يكون مرتفع تم عمل الفحصات الضرورية لتشخيص ما إذا كان فيه سرطان البروستات ولا لا الحملة هذه أطلقت على أساس ناخذ عينة من مجتمع الإماراتي بشكل عام نعرف تقريبا من العينة اللي هي ما بين ألف لألفين شخص يتراوح عمرهم ما بين الخمسين إلينا السبعين اخترنا هاي الشريحة لأن نسبة تشخيص سرطان البروستات تكون الأعلى في هاي الفترة العمرية وهاي الفترة العمرية اللي يتم فيها الفحص عالميا كفحص مبكر لسرطان البروستات طبعا الهدف منه معرفة نسبة سرطان البروستات في مجتمعنا المحلي لأن ما عندنا إحصايات واضحة الشيء الثاني عمل دراسة على هذا الموضوع وشيء الثالث بيبين لنا إذا كان في عدد كبير من المرضى مثل ما هو موجود عالميا لأن على مستوى العالم سرطان البروستات عند الرجال يعتبر السرطان الأول القاتل الثاني عند الرجال فالنسبة كبيرة جدا والعدد هذا ما نرى حاليا والحالات التي نرى هي حالات متأخرة قليل لا نرى حالات في بداية المرض التي ممكن علاجها بشكل كامل فلها السبب أطلاق هذه الحملة بشكل واضح على أساس أن وعي المجتمع هو شيء الثاني على أساس تكون عندنا حصائية عمل الفحوصات والحملات التوعوية موجودة لكن كل جهة كانت لحالة هي تصح باستمرار من سنين عندنا الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن سرطان المرستات لكن المريض هو اللازم يجيه ويطلب الفحص الحين بهاي الحملة نحا قاعدين نحاول نطلع للمجتمع ونعرض عليهم هذا الفحص على أمل أن نقدر نحصل أرقام أدق الفحص كم يأخذ واك الدكتور هو عبارة عن تحليل الدم بسيط بس طبعا تحليل الدم هذا هو مؤشر وليس وسيلة للتشخيص هو مؤشر عادة إذا كان مرتفع عن حد معين يعطي إشارة أنه احتمالية وجود مرض ما في البرستات مش بالضرورة سرطان لكن احتمال يكون مجرد تضخم عادي حميد وفي 80 85 بالمئة من الحالات يكون مجرد تضخم حميد لكن العشرين أو الخمسة عشر بالمئة هذه إذا تم اكتشافها مبكرا يمكن العلاج والشفاء منها في نسب تصل إلى 95 بالمئة إن شاء الله يعني هي عملية وائد مهمة عزاء المستمعين أنك أنت تفحص لنا هذا الكلام للرجال اذهب اليوم إذا عندك وقت قبل قبل باتر حتى لو قدرت البار حزيني اذهب وسو هذا الفحص لمسألة وائد مهمة وممكن أنك أنت تتفادى لا قدر الله هذا المرض الذي ممكن في المراحل المتقدمة الواحد لا يستطيع يعالج الدكتور بالنسبة للحملة نحن الآن خلصنا الإجراءات الإدارية بالنسبة للحصول على الموافقات الحملة إن شاء الله ستبدأ بعد العيد حول 19-6 إن شاء الله على أساس أنه بيكون في عيادات متنقلة بالإضافة إلى العيادات الخارجية الموجودة عيادات متنقلة وين بتكون جدول معين شي يحضر بيكون على مستوى الإمارات يعني بتتكون عيادة متنقلة من إمارة لإمارة والمواعيد إن شاء الله في صدد الترتيب لكن عياداتنا في هيئة الصحة سواء كانت العيادات الخارجية اللي موجودة في Family Medicine أو عيادة المسالك البولية اللي موجودة في مستشفى دبي نحن بنكون ضمن الحملة هذه والفحوصات متوفرة في هيئة الصحة طبعا الخطوة الأولى هي عمل الفحص من ثم تحديد ما إذا كانت النسبة مرتفعة أو لا في حال إذا كانت النسبة مرتفعة المريض سيحتاج إلى فحص سريري يحتاج إلى تصوير تلفزيوني يحتاج إلى MRI دقيق وموجود في هيئة الصحة بالMRI الدقيق هذا ممكن نشوف إذا في مناطق معينة في غدة البرستات فيها شك أن مصاب بأي مرض خبيث من ثم أخذ عينات دقيقة عن طريق التصوير التلفزيوني من هاي المناطق بالتحديد للتشخيص في حال تم التشخيص العلاج بعد في هيئة الصحة متوفر وحاليا نحن نسوي عمليات استأصال جدا والشفاء تصل أكثر من 95% الحمد لله من السرطان هذا جميل دكتور أنا أريد أن أتكلم عن بعض الأمور للوقاية من هذه الأمراض إذا تعطينا بعض التبس والنقاط التي ممكن من خلالها نقيا نفسنا من جميع الأمراض الخاصة بالمسارك البولي طيب بالنسبة لسرطان البرستات السبب من الأسباب الرئيسية هو السبب الوراثي الوراثي بس في أسباب أخرى طبعا السبب الوراثي مهم جدا لأن في حال وجود أي فرد من أفراد العائلة من صلة القرابة الدرجة الأولى وكان مشخص بسرطان البرستات معناته أن الجيل الثاني من هذه العائلة يحتاجون حتى يسوون الفحص في سن مبكرة قبل حتى سن الخمسين يعني على الأربعين أو خمسة واربعين ينصح بإجراء الفحص هذا ومتابعة الفحص بشكل سنوي طبعا الأشياء الثانية التي قد يكون لها علاقة بأي سرطان مش بس سرطان البرستات منها التغذية طبعا الدهون المشبعة نقص الفيتامينات مثل الفيتامين دال مهم جدا في سرطان البرستات وفي دراسات أثبتت أن لها علاقة بزيادة نسبة حدوث سرطان البرستات استخدام الهرمونات خصوصا الهرمونات الذكرية عند الشباب وعند بعض الناس كمان الأجسام وعضلات طبعا ما في لنا الحين دراسة مباشرة بينهم لكن لأن سرطان البرستات يتكاثر مع زيادة نسبة التستسرون في الجسم فوجود التستسرون مع تشخيص سرطان البرستات سيفاقم المرض بشكل كبير جدا هذه مسألة مهمة بس هذه الهرمونات التي يأخذوننا دكتور والذي يساونا هذه لها مشاكل كثيرة أثبتت علمية حتى لو لا علاقة مباشرة في هذا الموضوع طيب أيضا دكتور ما هي أبرز المشاكل التي تواجه الرجل بشكل عام من أمراض يعني قلنا الحصاوي حصاوي الكل وقلنا بروستات في مشاكل أخرى طبعا من المشاكل الشائع نعم حاليا نسب اللي قاعدين اللحظة يعني في الفترة الأخيرة تشخيص سرطانات المثانة أو أورام المثانة أو اللحميات اللي تظهر في المثانة قاعد يزيد بشكل مضطرد وهذا الازدياد مصاحب لازدياد نسبة المدخنين في المجتمع خصوصا من الرجال طبعا حين النساء بعد على نفس المنوال لكن العدد قاعد يزيد وقاعدين نشوف حالات أكثر طبعا أورام أورام المثانة غالبيتها تكون أورام خبيثة عادة في بداياتها تكون أورام سطحية في بطانة المثانة فقط وعملية استأصالها وإزالتها تكون بسيطة عن طريق المنظار لكن في حالة تشخيص بشكل متأخر بحيث أن الورم هذا وصل لجدار المثانة في هذه الحالات العلاج العلاج الوحيد هو يكون استأصال المثانة بشكل كامل معه حتى غدت البرستات فالعملية تكون كبيرة جدا وحاليا قاعدين نشوف أنه فيه الطراد وازدياد مستمر في هذه الحالات عنه خصوصا عند الرجال طيب دكتور الممارسات الوقائية التي يجب أن تمارس في هذا المجال غير الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن هذه المترات التغذية في أمور أخرى الواحد ممكن لازم ينتبه عليها أهم شيء هي الأعراض يعني أهم الأعراض هي وجود دم في البول غير مصاحب لألام يعني هذا مؤشر وممكن يكون متقطع يعني مرة ويختفي ممكن شهور والشخص يعني عنده هاي الأعراض ما يراجع ولا ياخذ رأي متخصص في المسالك البولية من يشوف مرة وحدة فبيقول خلاص طاف وانتهى الموضوع وفي هاي الحالات يحتاج لفحوصات دقيقة يعني يحتاج لثلاث أشياء رئيسية اللي هو عمل تحليل للبول عمل منظار وعمل أشعة مقطعية على أساس نتأكد من خلو المثانا من أي أوام محتملة دكتور ياسر طبعا طرغنا المواضيع كثيرة منها حصوات الكلا ومنها السرطان بروستيت وكلميتنا عن سرطان المثاني عفين مجال المسالك البولي وايد كبير وايد مهم بس ونحتاج لأكثر عم مرة في لغاءاتنا إن شاء الله المرات الياية بس حابينك تقولنا كلمة أخيرة توجهها للمستمعين أنا أتمنى يعني من الأفراد المجتمع يعني أن يشاركوننا في هذه الحملة خصوصا الكشف المبكر عن سرطان البرستات لأن الحملة هذه مو بس راح تعطي فايدة للمجتمع بس للأشخاص كأفراد نعم لأن تشخيص الأورام هذه أو الأمراض هذه سابقا كان فيه عليها مثل ما نقول خجل ولينا الحين دكتور يعني معظم الناس شوي يخجلون من هذا الموضوع لك هذه مسألة ويد مهمة يجب على المجتمع أن يعي هذه المسألة يجب على الرجال والنساء كذلك دكتور أن يعون هذه المسألة يعني في النهاية الصحة هم شيء الصحة الواحد لازم هذا وإذا كان عندك مرض معين مبعب يعني كل إنسان يمرض رب العالمين هذا ابتلاء من رب العالمين ولك أجر فيه يعني في النهاية وإذا تم اكتشافه مبكرا تقدر تتعالج العلاج نعم فيه كان ميسج هنا يقول دكتور هل ممكن لطبيب عام في العياد أن يشخص أو يقدر يشخص المرض عن طريق الدم الطبيب العام عادة ممكن يجري فحص الدم أو يطلب الفحص للمريض لكن في حال إذا كان المؤشر معدفع عن الحد الطبيعي يتم تحويله لقسم جراحة المسالك البولية لإجراء الفحوصات التكملية اللازمة أحسنت طيب دكتور نحن شاكري لك وجودك معنا أيضا نذكر بأن الحملة إن شاء الله ستبتدي رسميا بعد رمضان في العيد إن شاء الله 19.6 19.6 يالله بالحياة إن شاء الله تكون حملة موفقة ونحن نتابع تفاصيلها معاكم أول بول مسألة وايد مهمة قلنا ما نتطرق لها للتوعية نحن شاكري لك دكتور ياسر السعيد استشار جراحة المساكل البولية في هيئة الصحة بدبي كنا نتحدث عن العديد من المواضيع من ضمنها حملة سرطان البروستات التي تقام على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا تشارك فيها هيئة الصحة في دبي من خلال هذه الحملة للفحصات شكرا أحمد سلام كان معنا في التنسيق كل الشكر لعيسى سبيل في الإخراج شكرا دكتورة عائشة شكرا محمود اليوم أنا ضيفة شانا كنت يا في يومك سبحان الله الحمد لله يرحم شاء الله دكتور نستفيد محمود وصلنا لختم حلقتنا اليوم حتى نلقاكم مطلع الأسبوع القادم حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة